شهدت الأيام القليلة الماضية ازدحام كثير من المصريين أمام محلات الذهب والصاغة لشراء المصغات الذهبية والسبائك والجنيهات حفاظا على مدخراتهم على أمل استمرار ارتفاع أسعار المعدن الأصفر محليا رغم أسعاره العالمية يعتبر الذهب من أفضل الملاذات الآمنة للاستثمار خلال فترات الاضطراب الاقتصادي وانخفاض قيمة العمولات المحلية وارتفاع التضخم وتآكل القوة الشرائية للعمولات المختلفة وعلى الرغم من التراجع العالمي في سعر أونسة الذهب وعدم قدرة المعدن الأصفر على الحفاظ على مستوى دعمه النفسي البالغ ألفان دولار أمريكي للأونسة ارتفعت الأسعار المحلية لتصل إلى ثلاثة ألاف وثلاثة وعشرون جنيها لأول مرة في التاريخ قبل أن ينخفض سعر أربعة وعشرون جراما من الذهب إلى ثلاثة ألاف ومئة وخمسون جنيها وبحسب سوق الشعب للتجارة الذي يدير أسعار الذهب في مصر مع العلم أنه لا يوجد بيع للذهب في مصر لإظهار السعر فإن سعر صرف الدولار كان ثابتا تقريبا في البنوك لأكثر من شهرين ووفقا لأحدث بيانات البنك المركزي المصري فإن متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه الاسترليني هو ثلاثون فاصل خمسة وثمانين جنيه للإجابة على هذا السؤال يجب أن نأخذ في الاعتبار أولا أن سعر الذهب يتأثر بشكل أساسي بسوق الذهب العالمي فضلا عن أنشطة التداول فيه سوق العقود الآجلة للمعادن الصفاء والتي تحدث عادة في أسواق لندن والنيكل بالإضافة إلى ذلك يمكن للأحداث الاقتصادية والسياسية العالمية وكذلك سياسات البنك المركزي وتقلبات العملة أن تلعب أيضا دورا مهما في تشكيل سعر الذهب يمكن أن تلعب دورا هاما في تشكيل سعر الذهب فيما يتعلق بسعر الدولار فوق أربعون جنيها استرلينيا في سوق الذهب المصري أكد رئيس قطاع الذهب هاني قايد في مؤتمر صحفي يوم الأحد أن سعر الذهب يتأثر بالعرض والطلب سعر صرف الدولار وأن سعر الدولار لم يعد يتأثر محليا بل بقوى العرض والطلب ترجمة نانسي قنقر